السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم سنة الرابعة انا مسأميرة ودي قناتكم كارتون ساينز النهاردة ان شاء الله حنبدأ يونيت 2 كونسيبت 1 وحناخد لسن 1 و لسن 2 من منهج الساينز للصف الرابعة الاتدائي لترم الأول شرح يكون من كتاب بوني ساينز نسخة عشرين واربعة وعشرين حسب آخر تعديل للمنهج الجديد لايك للفيديو ويلا بينا نبدأ بسم الله لسن 1 اكتيفتي نومبر 1 بيقولك علشان تقدر تحرك اي جسم لازم تحتاج لقوة to move or stop object we need a force يعني مثلا ان الصندوق ده هيفضل واقف مكانه لحد ما قوة تيجي تأثر عليه an object stay static because no force acting on it يعني الصندوق ده فضل static يعني ثابت علشان ما فيش قوة but the object will move because there is a force acting on it الصندوق هيتحرك لما قوة تأثر علي وعشان احرك الصندوق ده يحزقه يحشده يبقى الفورس هتتقسم لنوعين push force and pull force وعلشان اقدر احرك الصندوق لازم يكون عندي energy we need energy to apply any force من الثاني static object require force to move يعني منحتاج لقوة عشان تحرك اي جسم ساكن and force could be pushing or pulling force انواع الفورس نوعين pushing force pulling force طيب يميس انا عايز اعرف الفرق بين push force والpull force اول حاجة حنبدأ بالpull force pull force يعني كأنك بتشد الجسم ناحيتك example pull the suitcase pull a toy car لكن push force كأنك بتبعد الجسم عنك ايش 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 اي بادي object push force such as push a wheel power or kick the pole وهندرس دلوقتي امثلة كتير عن pull force والpull force بس دلوقتي عايزاك تحفظ ان pull force انت بتشد الجسم ناحيتك والpull force بتبعد الجسم عنه example number one ومعينا صورة ولد بيعمل kick للpull بيشوت الكورة لما يشوت الكورة لو بيبعد الكورة عنه يبقى تي push force the player need energy to push the pole وexamble number two معينا ولد بيعمل pull للbag بيسحب الباك بيقرب الباك منه طالما بيقربها من جسمه يبقى تيب تعتبر pull force supply need energy to pull the back يبقى عشان نعمل اي force سواء كانت push force او pull force we need energy واتفقنا عشان الصندوق ده يتحرك لازم اصطر عليه بقوة يأزقه يأشده an object move when a pushing or a pulling force acting on it الجسم يتحرك لو اصطرت عليه بقوة سواء ان انت شديت الobject او زقيته والobject مش هيتحرك طالما ما فيش قوة اصطرت عليه an object doesn't move when no force acts on it يعني الكرة دي سابتة في مكانها والصندوق حيبدأ سابت في مكانه طالما انا مأصطرتش عليه بقوة ودلوقت حبايبي الحلوين يقولولي اول صورة دي push force ولا pull force الولد ده بيزق العربية بيبعيدها عن جسمه يبقى ده نوع ايه push force ممتاز لكن picture number two الولد بيشد العربية لي بيقربها منه يبقى دي ايه pull force طيب picture number three الولد بيفتح باب التلاجة بيشده نحيته يبقى دي pull force و picture number four الولد بيعمل kick للبول بيزق البول بعيد عنه اكتبولي في الكومنتز when power kicks the ball it considered push force or pull force وده ماتي حنبدأ activity number two اللي بيعمل فيها مقارنة بين التراك العادية والجيت اير بلاين بيسألك ويقولك مين الاسرع التراك ولا الجيت اير بلاين طبعا جيت اير بلاين is must faster than truck طب ليه الطيورة اسرع علشان عندها محرك اقوى من المحرك بتاع التراك because jet engine is most powerful than truck engine تاني ميس because jet engine المحرك بتاع الطيورة more powerful than truck engine اقوى من المحرك بتاع التراك وحيبدأ دلوقتي يورينا التراك جديدة التراك دي سريعة جدا 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 وكمان اسرع من الطيورة shockwave truck is the fastest world truck it has three jet engine عندها ثلاث محركات من محركات الطيورة وسرعتها بتقدر توصل لـ 500 km per hour يعني اسرع بخمس مرات من النورمال truck it is five times faster than normal truck يبقى الشوك ويف تراك has three jet engine and its speed is five hundred km per hour it is five times faster than normal truck ميس الشوك ويف تراك دي سريعة جدا جدا بقدر اوقفها ازاي علشان الدرايفر يقدر يوقف الشوك ويف تراك بيبدأ يفتح three parachute لما يفتح الثلاث محركات الطيورة لما يفتح الثلاث محركات الطيورة الهواء اللي بيملى البراشوت ده بيخلي سرعة التراك تقل بسرعة يبقى ثاني الانجينيرز المهندسين حطوا ايه جوه التراك علشان تقدر تقلل من سرعتها بسرعة حطوا جواها three parachute three parachute تعمل ايه it slow down the truck quickly يعني بتقلل من سرعتها بسرعة جدا يعني بتساعدها ان هي تقب بسرعة يبقى ثاني التراك وتتحرك عن طريق ال pushing force اللي بتديها لها الانجينز القوية جدا المحركات القوية اللي عندها طب ازاي بقدر اوقفها buy three parachute it slow down the truck quickly والعلماء هنا قعدوا يفكروا ايه ده هو الهوى ممكن يقلل من سرعة التراك يبقى الهوى ده عنده قوة وكمان الهوى بيقدر يحرك الأجسام زي مثلا لو يوم فيه هوى جامد تلاقي الهوى محرك ورق الشجر يبقى الهوى عنده force air force it can move some object such as leaves of tree وبعدين قعدوا يفكروا ازاي يقدروا يستخدموا قوة الهوى فبدأوا يبصوا للfire extinguisher طفاية الحريب فلاقوا ان هي بتحرك الهوى وبدأوا يسبتوا الفير extinguisher على العربية دي اللي اسمها cart لقوا ان الهوى اول ما يطلع واتجاهه يبقى ناحية الشمال مثلا العربية الزائف الاتجاه التاني ناحية اليمين ولو زودوا عدد الفير extinguisher اللي ما تسبت على الكارت بلا ان الكارت بتبدأ تمشي بسرعة اكبر يبقى تاني الفكرة اللي جات للانجينيرز قالوا ان هم هيسبتوا fire extinguisher on static cart هيسبتوها على العربية سبتة بعدين اول ما الair بيطلع backward the cart began to move forward يعني لما الهوى بيطلع شمال العربية بتبدأ تتحرك ناحية اليمين ولما بزود عدد الفير extinguisher the speed increase by increasing number of fire extinguisher the speed of cart increase and it cover long distance طبعا العربية دي لما بتتحرك بسرعة كبيرة فهي طبعا هتقطاع مسافة طويلة اوكي ودلوقتي عايزك تعرف ان ال direction of air هي عكس direction of car movement وهنا ممكن نجيلك سؤال what happened when the number of fire extinguisher increase which is fixed on cart يعني fire extinguisher اللي نسبتها على cart عددها زاد اللي هيحصل هتقولهم speed of cart increase and it cover long distance اول ما زود عدد fire extinguisher سرعة الكارت بتزيد وكمان هتقدر تقطع مسافة طويلة وكده كون خلصت lesson 1 يلا بينا بسرعة نبدأ lesson 2 بس من فضلك لو مش عامل like للفيديو please press like عشان الفيديو يوصل لكل صحبه lesson 2 بيعتبر تكميلة ل lesson 1 activity number 4 برضو بيكلمنا عن pulling force pull pushing force وزي ما اتفقنا من pull force انت بتقرب الجسم ليك it's a force to move an object towards you بتشد الobject اتجاهك but pushing force is a force used to move object away from you يعني بتزوء الobject بعيد عنك ودلوات هيبدأ يكلمنا عن نوعين من force balanced force and unbalanced force وهيبدأ يشرحنا بمثال لعبة جميلة اسمها tag of war هنبدأ بالصورة الاولانية هنا فيه تلات ولاد والنحية التانية فيه تلات ولاد بيبدأوا يشدوا الحبل ده طالما قوتين قد بعض الحبل مش هيتحرك ودي حنسميها balanced force when the force is acting on rub is balanced the rub doesn't move يعني لما يتأثر على الحبل بقوة متزنة الحبل مش بيتحرك اوكي تعالوا نشوف المثال التاني المثال التاني حطينا في اتجاه معين قوة اكبر يعني بصوا هنا فيه تلاتة بيشدوا اصاد اتنين فين القوة الاكبر هي دي القوة الاكبر فالحبل هيبدأ يتحرك اتجاه القوة الاكبر والقوة دي حنسميها unbalanced force يعني قوة غير متزنة والقوة الغير متزنة دي بيجي نتيجتها حركة اتجاه القوة الاكبر لما القوة بتبقى غير متزنة يعني الحبل هيتحرك اتجاه القوة الكبير والاجزاء دي دايما بتيجي في complete وصح وغلط بيقولك الجملة بتاعتي هتبقى صح ولو اصطرت على الجسم balanced force الجسم هيفضل ثابت ومش هيتحرك زي الصورة الاولانية اللي احنا شرحناها يبقى تانية عندي نوعين من الفورس balanced forces and unbalanced forces الbalanced forces doesn't move object and unbalanced forces move the object بدلولتي حنبدأ activity number 5 وهنا بنتكلم عن example of motion of object يعني الولد ده مثلا هيبدأ يحدف الكورة ناحية البنت هو حدثها زقها بعدها عن جسمه يبقى الولد بيعمل ايه push the pole والبنت بتقدر تمسك الكورة مش هي مساكتها يعني خدتها كده ناحيتها يعني قربتها منها يبقى البنت دي بتعمل pull the pole اوكي يبقى تاني الولد ده عمل push the pole والبنت عمل pull the pole طيب ايه اللي بيحصل لو البنت دي ما قدرتش تمسك الكورة طبعا هتقولي دي ان الكورة هتقع الارض ايه اللي خل الكورة تقع الارض في قوة عند الارض اسمها gravity يعني الجاذبية بتشد كل الاجسام نحية الارض يبقى gravity is the force pull object downward والجزء ده بيجي كتير جدا 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 في الاسئلة بيقولك مثلا scientific term it's a force pull object downward هتقوله gravity ممكن يقولك complete point is a force that pull object downward هتقوله برضو gravity ممكن يقولك سؤال تاني put true or false gravity is a force that pull object upward هل gravity بتسحب الاجسام لفوق لا طبعا الجملة هتبقى غلط لازم اكتبها downward ولازم كمان اعرف ان gravity هي عبارة عن pull force يعني قوة شد يعني ممكن كمان يجي لك سؤال صح وغلط يقولك the gravity push object downward طبعا الجملة برضو هتبقى غلط لان gravity بتعمل pull object بتسحب الاجسام downward يعني الاسفل يبقى انت لازم تحفظ ان gravity is force that pull object downward ودلوقت سيبدأ يكلمنا عن الحركة motion يعني ايه كلمة motion والجسم بيتحرك امتا الجسم بيتحرك لو انت قصرت عليه بقوة والقوة دي اتفقنا ان هي pushing force او pulling force يبقى object بيحصل to move when pushing or pulling force act on it طيب يعني ايه كلمة motion يعني ايه كلمة حركة يعني ايه انا قدر قولي ان الولد اتحرك بيقولك ان object تقدر تقول عليه تحرك لو هو غير مكانه بالنسبة لنقطة سابتة يعني ايه يعني لو افترضنا ان هنا فيه شجرة الولد ده كان واقف جنب الشجرة دي ودلوقتي تحرك وبقى في المكان ده فبعد شوية عن الشجرة يبقى انا عرفت ان الولد ده تحرك ازاي انه هو غير مكانه بالنسبة للشجرة غير مكانه بالنسبة لنقطة سابتة طالما هو كان هنا في المكان ده ودلوقتي بقى هنا يبقى غير مكانه بالنسبة لنقطة سابتة يبقى الجسم ده تحرك يبقى التعريف بتاع كلمة motion هي change in object position يعني هو التغيير لمكان الobject طب تغيير بالنسبة بالنسبة يبقى تاني تعريف كلمة motion it's change in object position والجزء ده بيجي كتير جدا في الامتحان الموشن هي التغيير في ايه التغيير في possession بتاع الobject تغيير في مكان الobject relative to fixed point يبقى هنا ممكن يجيلك سؤال complete motion is change in object نقط ايه اللي بيتغير في motion change in object position ودلوقت هيبدأ يقول لي ان الحركة دي نوعين في حركة بقدر اشوفها بعيني وفي حركة تانية مقدرش لحظها بعيني ايه هي الحركة اللي ممكن اشوفها بسهولة person walking a leaf falling ورقة شجر بتقع a throwing ball بنت حذفت كرة وقدرت اشوف الكرة طب ايه الحركة اللي مقدرش اشوفها motion is not seen زي rotation of earth around the sun دوران الارض حوالين الشمس the motion which you cannot seen مابتقدرش تلاحظها او مابتقدرش تشوفها بعيني زي ما اتفقنا ان الobject سواء بيتحرك حركة ملحوظة او حركة غير ملحوظة بيتحرك fast او بيتحرك slow فلازم عشان اي جسم يتحرك لازم اثر عليه بقوة قوة يعني force force is a push or pull that apply on an object to change its position يعني هيا القوة اللي بتأسطر على اي جسم عشان تغير من مكانه ده تعريف كلمة force وبيدينا examples عن force بيقولك البنت دي اللي قاعدة على chair gravity يعني قوة الجاذبية pull the girl downward والراجل ده عشان شايل الشنطة هو بيشد الشنطة الفوق والgravity بتشد الشنطة التحت وكده الحمد لله اكون خلصت lesson 2 سؤال لحلقة النهاردة شو is the correct answer when you kick a pole it move due to the effect of what لو بتعمل kick للبول هي بتتحرك عشان استرطت عليها بانهي قوة اختار استني اجاباتكم في التعليقات ودلوقتي وقت اللي انا اقول اسم حبيبي الشاطرين الممتازين اللي جاوبوا سؤال الفيديو اللي فات بشكركم جدا جدا يا حلوين يا ممتازين وبجد بجد كومنتاتكم بتفرحني شوفكم الالف الخير للفيديو اللي قاي سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة